موسيقى أخواني وأخوات الحضور أختي السيدة مريم اسمحي لي أن أسميك أختي لأنني أتمنى أن يكون هناك مئات النساء مثل مريم فكل التحية إلى الأخت مريم جئت إليكم من فلسطين جئت إليكم من القدس من قلب الأقصى والقيامة التي تنزف كل يوم لأن هناك تطرف ديني من الإسرائيليين ففي كل مكان يوجد تطرف ديني علينا أن نستذكر في هذا اليوم أننا في الثامن من آذار علينا أن نسأل أنفسنا ماذا فعنا من أجل هؤلاء النساء اللواتي يعيشنا في الخيام وفي المخيمات ماذا فعنا من أجل النساء في لبيرتي علينا أن نعيدهم هذا هو التحدي الكبير وهذا هو الاحتفال الذي يمكن أن نحتفل بأن نساء لبيرتي يعودنا إلى أشرف نحن النساء من نصنع السلام نحن النساء الأقوياء أنا مسلمة وأفتخر أنني مسلمة وأفتخر أنني أواجه هذا التطرف الديني في كل مكان علينا أن نستذكر أن لكم أخوات في فلسطين سجينات أسيرات شهدات وأمهات الأسرة والشهدات علينا أن نستذكر أن في سوريا وفي مخيم الزعتر هناك نساء لاجئات وهناك نساء مقاومات علينا أن نستذكر أن في القاهرة وفي مصر أيضا هناك نساء يعانين من التطرف الديني وفي إيران نحن نقدر عاليا أن حجم المأساة هو حجم كبير لذا يا أخواتي وأخواني الرجال علينا أن نعمل لا أن نتكلم ماذا سنعمل؟ أن نقاوم هذه النمازج من التطرف وأن نكون فعلا مقاومات مناضلات من أجل الحرية وهي التي عليها أن تكون شريكة في النضال وشريكة في صنع القرار نريد أن نراها رئيسة ووزيرة وفي كل مكان تستطيع أن تطور وتقدم الحياة للمرأة لأننا نحن من يستطيع أن يقدم الحياة للنساء من وصل إلى المناصب عليها أن يعمل من أجل الأخريات علينا أن لا ننسى أخواتنا في أشرف وفي لبرتي وعلينا أن نقول لبران التي كسرت جدار الصمت جدار التطرف كما كسرت جواهر أبو رحمة في فلسطين جدار العنصرية الإسرائيلية نحن أقوياء نريد أن نراكم دائما أقوياء لأن الأمل هو من يعيد لنا الحب والكرامة والحرية وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أقف اليوم هنا بكل فخر إلى جانب نساء المقاومة الإيرانية التي كانت أول مقاومة تزعمتها النساء برفقة رجال مؤمنون بمدنية العالم وحقوق المرأة ليقولن لا للتطرف الديني والأمر والنهي حتى أصبحوا يضعون أنفسهم مكان الله سبحانه وتعالى ويقررون أين تذهب الشعوب إلى الجنة أم إلى النار وكأن مفاتيح الآخرة بأيديهم إخواتي إخواني اليوم نحتفل هنا وهناك في مخيم أشرف وليبرتي نساء يعانين الإرهاب والخوف والحجز والقتل العشوائي ويصمدنا في مواجهة الصواريخ أمام صمت العالم وشعوبه المتحررة بل ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك حيث نرى صمت الأمم المتحدة وممثلها كوبلر الذي لم يعد محايدا مطلقا في قضية سكان مخيم أشرف وليبرتي وأذكر أني قابلت شخصيا العام الماضي السيد بانجيمون وشرحت له الموقف وسلمته رسالة نيابة عن مجاهدي خلق إلا أن السيد كوبلر لم يمتثل لشيء سوى الصمت على مجازر حكومة المالكي التي تحركها طهران وملاليها بعكس ما وعدني به بانجيمون ومن على هذا المنبر وإيمانا منا جميعا بعدالة قضية أشرف وليبرتي نطالب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإعادة سكان مخيم لبرتي إلى أشرف علهم يجدون آمان وتحصينات أفضل كما نطالب بإجراء تحقيق فوري وعاجل حول الجريمة التي وقعت في لبرتي مؤخراً والتي يتضح ضلوع الملال فيها وذلك ما ثبت من وثائق كشفتها المقاومة الإيرانية كما نشد على ضرورة عزل السيد كوبلر من منصبه فوراً بعد أن ثبتت عدم حياديته كما ذكرنا واستبداله بشخص آخر يلتزم بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اخواتي اخواني نحن مقتنعون بعدالة المقاومة الإيرانية وملتزمون بالنضال المعنوي معهم حتى تحقيق وإنقاذهم وتحرير أخواتنا في لبرتي وكف يد ملالي طهران من التدخل أيضاً في دول الجوار العربي وتأليب الشعوب وخلق النعرات بينهم وشكراً ترجمة نانسي قنقر